برعاية وزارة الثقافة وبحضور أدبي وفني استضاف نادي الشباب الأدبي الدكتور بلال عرابي في المركز الثقافي في أبو رمانة بدماشق كان حديث من خلال إدارة النادي حول تجربتي حول الحياة الاجتماعية وحول علاقتي بالأداب وحاولت أن أعطي شيء من القصص التي كتبتها لذلك دائما للجميع الإسهامات وهذه الإسهامات يجب أن يقرأها الآخر لكي يعلق عليها ونجد كيف تم استقبالها من الآخر فاللغة هي أصلا وسيلة تواصل بين الناس ومهمتنا أن نحقق هذا التواصل بالشكل الأنسب هذا النادي في كل لقاء من لقاءاته الشهرية يستضيف أديبا أو مثقفا يهتم بأدب الشباب وتوجيه الملاحظات إليهم وفي لقاء اليوم نلتقي الدكتور بلال عرابي الذي سيستمع إلى ما يقدمه أعضاء النادي ورواده من قصائد وقصصا ونقود أدبية ويبدي ملاحظاته من خبراته في علم الاجتماع الأدبي ودراساته لأدب القصة نادي الشباب يضم دائما المواهب الشابة من الأدباء الشباب ويتم الاستضافة في هذا النادي لشخصيات لها وجود اجتماعي في المجتمع وهي شخصيات اجتماعية أدبية وفكرية متعددة يستفيد الجميع من هذا النقاش الذي يدور في هذا اللقاء وفي هذه الندوة بمواضيع مختلفة كما الاستماع أيضا إلى الأدباء الشباب يمنحنا الأمل بهذا الجيل الذي يقرأ ويكتب ويطلع ويطمح إلى مستقبل أفضل في المجتمع اللقاء تضمن عرضا من مسيرة الدكتور التعليمية ونشاطاته الأدبية والاجتماعية إضافة إلى مشاركات شبابية متنوعة من شعر وإلقاء نادي باستقطب المواهب الشابة نحن نحاول أن هذه المواهب الشابة لديها مواهب بالكتابة والإلقاء مواهب بالقصص والتمثيل نحب أن نمي هذه المواهبة وخاصة مواهب الكتابية بما أن أنا الشاعرة ومسلا وماجستير لغة عربية في سنة البحث العلمي وكمان في عندي أعضاء كمان نحن ضمن النادي في ضمن أعضاء بالنادي مختصين منحاول أن نساعد الأديب الشاب لحتى يكتب صاح يبدأ صاح وحتى يتقلق مع الأيام نحن نهدف أن نستقطب هذه الأعداد الموجودة عندنا في بلدنا الحبيب لحتى نستفاد من الإمكانيات والقدرات الموجودة عندهم لحتى يستطيعوا يخدمها المجتمع والوطنهات وطبعا نحن بكل لقاء نستضيف دكتور مثلا مختص بأدب معين أدب أندليسي أدب جاهلي أو وكذا نأخذ خبرات نأخذ خبرة منه ومعلومات عامة عن مسيرته وكيف نستفاد منه بنادينا ونادي الأدباء الشاب فرشت فوق ثراك الطاهر الهدباء فيا دمشق لماذا نبدأ العتباء حبيبتي أنت فاستلقي كأغنية على زراعي ولا تستوضح السبباء أنت النساء جميعا ما من امرأة أحببت بعدك إلا خلتها كذباء يا شامو يا شامو إن جراحي لا ضفاف لها فمسحي عن جبيني الحزن والتعب وأرجعني إلى أسوار مدرستي وأرجعي الحبر والطبشور والكتب تلك الزوارب كمكتب